يوم دام ذاك الذي عاشته مقاطعة كتالونيا الإسبانية يوم انتهى بتمكن عناصر الأمن من القضاء على خمسة أشخاص كانوا على متن سيارة دهست عددا من المرة في منطقة كامبرليس التي تبعد 120 كم عن مدينة برشلونة وأكدت الشرطة أنها اعترضت السيارة التي كانت تقل المعتدين بعد تنفيذها للهجوم وأطلقت النار عليها ما أدى إلى مقتل ركابها الخمسة كما أسفرت العملية الإرهابية عن إصابة عدد من المرة بجروح متفاوتة الخطورة قبل أحداث كامبرليس بساعات كان قلب مدينة برشلونة مسرحا لهجوم أعنف تم باستخدام شاحنة صغيرة دهست روادة جادة يقصدها عدد كبير من السياح كنت في الشارع وفجأة سمعت صوتا قويا ثم رأيت الشاحنة وهي تتاس الناس المرة لم يستوعب الأمر حتى الشرطة لم تكن تعلم أنه هجوم ثم بدأ الناس بالهروب والركب السلطات المحلية في إقليم كتالونيا أكدت أن الهجوم إرهابي وأنه أدى إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح اليوم كان دور برشلونة في عملية أوقعت أكثر من تسعين ضحية من بينهم عدد من القتلى وثمانين جريحا بعضهم في حالة خطرة ونحن نتحدث عن عمليتين كبيرة ونحن ندينها بقوة من جهته أكد رئيس الوزراء الإسباني مارينو رخوي تضامن البلاد بأسرها مع مدينة برشلونة وأن جميع أجهزة الدولة ستعمل من أجل تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة أود أن أعرب عن تضامن إسبانيا كلها مع برشلونة التي ضربها الإرهاب الجهادي كمدن أخرى حول العالم قبل ذلك في رسالة خاصة قلت للرئيس بأنه يمكنه الاتكال على الدعم الكامل من الحكومة والدولة لمساعدة الضحايا وإراحة عائلتهم وإعادة الحياة الطبعية في أقرب وقت ممكن والتقديم المسؤولين عن هذا العمل الهمجي إلى العدالة من جانبها أعلنت شرطة إقليم كتالونيا أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخصين أحدهم مغربي والثاني إسباني قالت أنهم على علاقة بالهجوم وأنهم مسؤولين كذلك عن انفجار وقع الليلة الماضية داخل منزل في منطقة الكنار أدى إلى مقتل شخص واحد لقد ألقينا القبض على شخصين على علاقة بالهجوم أو الإعداد له كما أنهما على علاقة بالانفجار الذي وقع ليلة أمس في منطقة الكنار والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين الأحداث الأخيرة في إقليم كتالونيا الإسباني دليل آخر على أن الجماعات المتطرفة لا تزال تضع المدن الأوروبية نصب أعينها لبث الرعب والخوف في قلوب سكانها المترجم للأن الفيصل هذه المترجم للإذنك شيئ تقرير مملك على جبر MH4 مجتمع سقيق виде والذي أعينها على استvalّوها من المترجمات للإعيناء